اطلت الفنانة صفية العمري باللوق اللي احنا شايفينه ده هوت في احدى الظهور هيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2022 ايه رأيكم؟ هل تغيرت كثيرا؟ شاركونا في التعليقات ولدت صفية مصطفى محمد العمري يوم 20 يناير عام 1949 في المحلة الكبرى لأسرة تتكون من 6 بنات شقيقات تخرجت من كلية التجارة بالاسكندرية كما درست اللغة الروسية بدأت حياتها المهنية كمترجمة في المؤتمرات الدولية وتزوجت العمري من الفنان جلال عيسى الذي انجبت منه ولدي هما وليد وأحمد ويعملان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن انتهى هذا الزواج والذي اعتبرته تجربة فاشلة لم ترغب في تكرارها مرة أخرى وانتهى بالانفصال ده الفنان جلال عيسى فنان معروف طبعا كان الزوج الوحيد لصفية العمري ودي صورة نادرة ليهم مع بعض وما تجاوزتش من بعده انجبت منه ولدين وليد وأحمد بيعملوا حاليا في أمريكا وهو توفي مؤخرا من حوالي سنة تقريبا الله يرحمه ونشوف بقى موضوع عمليات التجميل اللي قاله ان هي عملتها ومعاناتها والشائعات اللي ترغبت عليها وفي مفاجأة في اخر الفيديو كمان لم يكن التمثيل هو هدف صفية العمري في طفولة عبالكانة حلمها الكبير هو أن تصبح راقصة بالي أو عزفة موسيقى حتى نجحت في إحدى المسابقات التلفزيونية للعمل كمقدمة براج فجأت بنشر الصحافة لصورها التي لفتت انتباه المنتج رانسيس نجيب اكتشفها وشجحها على التمثيل كما أسند لها دورا في فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم بدأت به مشوارها الفني وحاول رمسيس احتكار الموهبة الفنية للفنانة صفية العمري بحيث لا تقبل أي عمل إلا بعد عرضه عليه لكنها سرعان معلنت تمردها وتعاونت مع غيره كان دورها في مسلسل لها للحلمية هو الانطلاق القبرى في مشوارها مع الفن حيث حكم جزئي الأول والثاني نجاحا غير مسبوقا هنا مع يحيا الفخراني كان فعلا مسلسل رائع الكل كان بيشاهده وما بيزهقوش منه ودي الأقطات ننظرها في ليالي الحلمية مع صلاح السعداني ويحيا الفخراني كل الأبطال كانوا عملقة في هذا المسلسل الجميل من عبرز أعمالها السينمية الأخرى على باب الوزير والبيل بواب وعتبة الستات والحجر الداير والحرفيش والمهاجر والمصير والمواطن مصري أكدت صفية أنها تحب فيلم البيل بواب لأن دمه خفيف وبه ذكريات جميلة قائلة عصابع بأحمد زكي معلمة على خدي حتى الآن ومثلت معاه فيلم الأيام أيضا هنا هو بدربها بالألم بعد أن اكتشف اللي حصل ودي فيلم البيل بواب أنا بي أنا بي أنا بي كانت صفية العمري قد أصيبت بمرض العصب السابع مما أضطرها لتلقي جلسات علاج كهربائي ولكن إهمال الطبيب الذي أعطاها جرعات زائدة تسبب لها في تشوه بالوجه هنا بعد الجلسات حصلها تشوه بالوجه والناس ظلموها وطلعوا إشعاعات هي عملت عمليات تجميل تم اختيارها كسفيرة للنواية الحسنة بالأمم المتحدة عام 1997 ولكنها اعتذرت عن منصبها عام 2006 احتجاجا على حرب لبنان اختروها سفيرة للنواية الحسنة لكنها اعتذرت وعن شائعات عمليات التجميل تقول صفية العمري في البداية كنت أحسن عندما أسمحها ولكن مع الوقت اعتدت عليها ولم أعد أهتم بها خاصة أني مررت بتجربة مرضية صعبة جدا وصلت إلى شلل أخست بسبب جلسات كهربائي شديدة على وجهي أدت لارتخاء عضلات الوجه تماما فقالوا عني وقتها أني عملت عمليات تجميل وفشلت وعندما علقت أثر جلسات الكهربائي عاد وجهي إلى حالته الطبيعية نسبيا وسلمت عمري لله طبعا مع المعاناة جديدة يبقى عندها مرض والناس يقولوا دي بتعمل عمليات تجميل الحمد لله ربنا عدى الفترة الصعبة دي عليها هي قوية الإرادة طبعا معروفة أعلنت الفنانة القديرة صفية العمري عن وفاة شفيقها مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 وبكلمات مؤسرة عبر حسابها الرسمي بموقع تطبيق الانستجرام كتبت صفية العمري إن لله وإن إليه راجعون أخوي الغالي في زمة الله أمس نسأل الله أن يتغمدوا برحمته وده البوست اللي كتبته على حسابها ربنا يعزيها ويشار إلى أن صفية العمري عادت للتمثيل بفيلم كان لك معايا بعد آخر أعمالها التلفزيونية ليالي الحلمية الجزء السادس في 2016 دي طبعا الفنانة المحبوبة صفية العمري ونشوف بقى مفاجأة عنها دلوقتي حيث أطلق المصريون لقب عيون صفية العمري على السيارة من سويشي لانسر موديل 91 من كتر جمال أهيونها وعدم تكرارها أطلقوا لقب عيون صفية على العربية دية العمري تسويشي موديل 91 لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم شكرا لكم